حتى الخامسة متى عشرين احكي وعرتها ياسين الاخنيسي وايقافه للمدة عام من قبل الكاف بسبب تناوله المادة مناشطة اخبار تقريبا فاجئ التوينس لكل هبط مثل الصعق على كل احباء اللاعب فريقه تراجه كيف كيف المنتخب الوطني التونسي على كل الدكتور الذكر الذي بهاب التدوين على صفحته في فيسبوك لقى ترواج كبير حكاية خاطر بصفة علمية على المادة اللي تناولها ياسين الاخنيسي واكثر توضيحات حاول خاصة حسن نية اللاعب في توين ناوله المادة هذي بش ناخده معنا اه الدكتور بتريف ومينوت معنا فن المباشر بش ناخده معنده اكثر تفاصيل دكتور اله بيك مرحبا مرحبا بكل مستمرين كثيرا شكرا مرحبا بيك دكتور دونك كما قلت هبط تدوينه في صفحتك فسرت فيها موضوع متع المادة اللي تناولها ياسين الاخنيسي اه اكثر تفاصيل خاصة علمية انا شد انتباهه في الجملة اللي قلتها اه اخر مادة يخمم انه رياضي يتعطاها بك يحب يتناول المنشطات هي المادة هذي والدوية هذي عليش دكتور عليش انا فاعد بالكل شيء اول حاج الجملة اللي اوله هو اهم حاجة اللي قلت هو اللاعب اخطأ لاخداء دوين غيني شورت بنتاعه بنتخبرت بنترج اكيد اوك هذي الحاجة اولا الحاجة ثانية اللي التاميناول هذي اللي يحنا نطبر يطلب زينا نستعملوه ساعات بالنسبة الهناس عندهم من خفاض بتاع الضغط عابدي بزي عنده تنسيون طاية حنعطيوه هذي معنى هذي ناشط اللي يطلع في الدورة الدموية اما رام يعطيش دي performance كبار معنى هكتراوه حتى في العالم وكل ما تسمعوش بدي دي استواتيج فخذيوه منو كبار كالي خذيو اللي تراهم حتى كنت تشوه جوجل حطه التاميناول ومسوفه الكاريسار ومتاع واحد صباح فرنساوي اغلطت اخذيها جينكوف هذي متاع اللاكشي دي معاويدار معنى هذي ما هو يعطيش دي performance متاع كبار يس والي يزيد دي انا كدير بانا نعرف الكورة نتبع في الكورة نعرف اللي ماتش شبكة اللي تارتوه مكيه حتى انجو مع تشكول اللي يعمل بشي ياخذلك اللي بكاميناول في ماتش ما فيه شانجوه تارتوه وقتها متعادلت ومعملوش فور كدير ياسر وبشي ياخذ يعمل بطاج في النهارة ديك الحاجة الاخرى للتاميناول هذي من اسهل الابداء اللي يتيفقوا بها في اليزيوغين مع تارتوه بتكتاب لك اللي بشي يغش يناول مياه خائدة بشي غش موش لصعب التوضي يظاهر معنى كأنه سير قفيد وشمعة حتى عادت علش نقض نقضات سياه اول حاجة قلت ليهو غلط ياسر غلط الي اخذي ديكوه بنشاهر وقتها متاعوه لكن اللي مش يعمل بطاج ما هوش بش يعمل كما الجماعة تاردو فرانس اللي بشي يطلع تلاز بجهاز ما هوش ياخذية بشي ياخذ بلائب وو لائبشي هب حاجة اخر ما مهو فيشنو يستعملوه الدواه هذي دكتور الدواه هذي اغلب الاستعمالات متاعوه كم او قدلك في نحين انخفاض الضغط التعدم في الابتاميل اسمه الابتاميل ومشابه ليخلاه اللاعب وفما يخدوه يقوي لذن يستعنوه في الباريس ويستعنوه في الكريز ممورويدير الكريز متاع العضر احنا نقولوها بالكريز نحن نتخيلوه الحادث معده فما نتخيلوه حتى اباس دوتلانت في توتياطين مثل فاسا هو ساميليكامور وموجود في الليستة وفي الليستة كي يبدأ موجود في المنظمة العالمية للدقاج يقول لك الخطورة متاعوا على اللاعب عليش حطوه ممنوعه خطي الناجم يعمل لانا غريك عجيك ولا يدخلو بجوريته مجهار لللاعب عليك عليش حطوه ممنوعه ممنوع مما يقوي سهل براسومات من اكثر الخطورة بتاعه وانه الناجم يسبب اختاره على صحة اللاعب معنى التدوين والكلام اللي قلتنا تقلنا فيها دكتور معنى اكد حسن نية اللاعب بما انه الدواء فيه اختار على صحته كريافي من جمشي اخو حاجة في اختار عليه وكيف كيف كيف كما قلت معنى سهلت حتى الكشف عليها في الاختبارات انت عاموا ناشطات ه بده هذا هو اللعب اللي حبي انضاهره وسكشبك محياهượng برشة خاطرreeنا انا نعرف ما لتحب اللاعب ومع dissociت مع برشة ونحن اخلاقه ونات تعرف منها وانه الفير simulations وحتى من المنطق الاخلاقي vi demander ahli java And we have a relationship with people عندي علاقة شخصية بالدوء والعائلته وكل ما نعرف انسان هو اندوغضي تايعا خامق دوء هذا ما نحب النقود صحيحة هو الحقيقة ياسين لعبي متروبي برشة هذا قريبا حتى من الجمعيات الكل حبوه الانهار عمل مشكلة محاطة جمعية ويستفاسها الجمعية ان شاء الله تكون تريحت التوبة ليه وان شاء الله لماليت تتخف عليه حتى على وقوبة خاصة كما قلت انتي هو غلط لكن على الحسن نية نغفروه وحسن نية متاعه عندي امال كثير من القوة باش تنقص مش خاطر عبدنا في ودية الجارية انو في اللجنة لكن ومعب البريضانس منتاع في ودية الجارية في لجنة لجنة الطبية منتاع الكاف من انو مش بشي تبلم هداك يعني احب عليهم حتى مناش بسن نخل نخل عب قانون ولا نبدو عب قانون اما مهم انو ميت بلمشوك حتى حكيت معاه دكتور دكتور الجارية ليه الحق لا 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 ياسين اه ياسين حكيت معاه بس طلعه مورا بنتاو وكاو معك بايش مجمونام وكاو معك يعطيك صحة شكرا لك دكتور على كل التفاصيل العلمية الماديتنا بها بخصوص المادة التي ناولها اللاعب بتاع تراجي طه ياسين الخنيسة اللاعب الدولي اللاعب منتخب اكيد تحبوه ان شاء الله يرجع في اقرب وقت ياسين للميادين اه غلطة تصير ان شاء الله تكون يستفيدوا منها حتى بقية الملاعبية باش ما يخلوش حتى دواء من استشار طبيب الجمعية بتاعها منتخبو الا اي طبيب باش يكون فيها مادة مناشطة اللاعي خاصة الملاعبية هيروم اللاعبو عالمستوى الدولي وحاشنا بيوم عالمستوى الدولي فاصل اه بعد شوية الاخبار مع فالوالهركي نكملوا اخر جزء من حصتنا اليوم اشتركوا في القناة